اشتركوا في القناة 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 في الماضي الجملة تكون محافظة على معناها فانه يمكننا ان نستعمل اخذنا المثال الاول الذي رأيناه الى غيزون اذا استطعنا استبدال ا ب ا و ب وبقية الجملة محافظة على معناها فانه فعلا الذي يجب استخدامه هو ا بدون اكسون غيزون يعني اذا قلنا الى غيزون استبدالوا ا ب ا فتصبح الجملة الى غيزون يعني الجملة بقيت صحيحة ذلك فإنه الكلمة التي يجب استخدمها هو ا المثال الثاني الى прيسانتخ اذا استبدالنا ا ب ا و نقول الى و پرسانتخ الجملة بقية صحيحة اذا الكلمة التي يجب استخدمها هو ا الان المثال الثالث سو لفر اطلو اذا استبدالنا ا ب ا و نصبح الجملة سو لفر ا ا و او الجملة تصبح خاطئة إذن فالكلمة التي يجب استخدامها هي la preposition a a هي كلمة لا تتغير كلمة تكتب بنفس الطريقة لكن معناها يتغير في الجملة تستخدموا لي للملكية مثل مثل سن livre إيطالوي يعني الكتاب له أو ملكه تستخدموا لي الدلالة على المكان مثل يذهب إلى المدرسة أو الطريقة مثل بمعنى يتكلموا ب صوت مرتفع إذن هنا معنى كلمة a يتغير لكن الكتابة هي نفسها مثل آخر لنشرح أكثر إلى دي دوار أفير إلى دي دوار هنا استبدلوه بإعوه فنقول إلا دي دوار أفير إذن تلاحظونا بأن الجملة باقية صحيحة إذن الكلمة التي يجب استخدمها هي A le verب أفير إلا دي دوار أفير استبدلنا A B A V فتصبح الجملة إلا دي دوار A V faire الجملة تصبح خاطئة إذن الكلمة التي يجب استعمالها هي A la préposition إذن القاعدة تقول إذا كان معنى الجملة لا يتغير بستبدل الكلمة A B A V الذي هو le verب أفير على المفارف فإن الكلمة التي يجب استخدمها هي le verب أفير A وبرزن de l'indicatif conjugué avec le pronom personel إلا إلا لكي نرى هل فهمنا جيدا نقوم بإنجاز التمرين التمرين يقول اے اه 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 dans les phrases suivantes يعني وار اه ieren اه 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 ات LP اه 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 Il a acheté une nouvelle voiture الجملة الثانية Elles sont parties A la compagnie الجملة الثالث Maman a préparé un gâteau الجملة ما قبل l'akhira Sara a une jolie robe الجملة l'akhira Je vais a la plage Donc là, vous pouvez séparer un gâteau pour vous arriver à la halle du temps et vous pouvez återrir en hale du temps Nous allons maintenant La jolie est la première Il a acheté une nouvelle voiture Ici Ht C'est le participatif du verbe acheter au présent du l'indicatif Donc Nous avons d'expédale A بـ A B تصبح الجملة إلا V اشترى نووال واتور الجملة احتفظت بمعنها إذن بالفعل الكلم التي يجب وضعها هي A لذي وضعها الجملة الثانية أل سن ماركة لأ كمباني نستبدل A بـ A B تصبح الجملة أل سن ماركة لأ كمباني بفراز incorrect غير صحيها إذن الكلم التي يجب استخدمها هي la préposition A الجملة الثالثة مامو أبريباري أين غطو نستبدل A بـ A تصبح مامو أبي بريباري أين غطو الجملة بقية صحيحة إذن الكلم التي يجب استخدمها هي A الآن الجملة المقبل الأخيرة سار A بـ A B نقول سار A B ب جول ر الجملة احتفظت بمعنها إذن الكلم التي استخدمها هي الجملة الأخيرة جملة أستبدل A بـ A V تصبح الجملة جملة جملة خاطئة إذن الكلمة التي يجب أن استخدمها هي la preposition A إذن كان هذا الدرس لهذا اليوم تمنى أن تكونوا قد فهمتم جيدا وأنكم قد استفدتم شكرا على متابعتكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر